جميل اللي بذلتموه عشان نطلع لحلقات بالشكل دوة وانتم لا تعلموا كم بذلة من الجهد عشان نقدر نطلع لكم الحلقات ديات وربنا يجمعنا وقياكم على الخير ويحفظنا وقياكم وتخالوا لما يكون بنسجل كل يوم ستة حلقات عشان نقدر نوصل لكم البرنامج دوة ربنا يا رب يجعلوا فيهم زيان حسناتنا وحسناتكم ونفتكر بقى البرنامج ده لما نقعد مع بعض كده في الفردوس الأعلى أمر في الله كبير والله وعندنا حص نظن بالله أقول لكم فاكرين لما في يوم بالأيام عملنا في قناة اقرأ برنامج يوم في الجنة وقعدنا اتكلمنا عن الجنة في 29 حلقات وبعدين بعدها بسنتين عملنا معاكم برنامج اسمه موجز أنباء الآخرة وكان من ضمنه برضو نحنا ختمناه في الجنة لأن في النهاية لابد ان احنا نوصل بالآخرة للجنة لأنه هو ده يعني مرادنا ان احنا ربنا يرضى عنه وان احنا نفوز بجنته سبحانه وتعالى نهار ده الحلقة الأخيرة ويا رب ما يكونش آخر اللقاء بيننا ومن بعض ويا رب يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على الطاعة دايما على الطاعة مش عايزين نجتمع غير على طاعة وفي الآخر هيجمعنا بقى في الفردوس الأعلى ونعود نفتكر ذكرياتنا واعود وقول لكم فاكرين لما قعدنا نتكلم في الحلقة رقم 29 عن إن الجنة دي دار الخلد اللي إن شاء الله ربنا هيجعلنا خاردين ومخلدين فيها أبدا وفي اليوم دوت لما اتكلمنا وقلنا اوعى ننسى الشعار اللي رفعناه في السلسلة ديت قلنا هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها لما راجل بيسأله بيسأله ماتة الساعة قال له وماذا أعددت لها فاخترنا كلمة وماذا أعددت لها وقلنا هو ده هيكون الشعار بتاع البرنامج دوت من أول حلقة لآخر حلقة لآخر أعمارنا فحيزن نقول وماذا أعددت لها بعد 29 حلقة ها معقولة لسه مش نوعية تتحجفي بعد 29 حلقة مش معقولة ان انت مش لسه نوعية تصلي إن شاء الله هتصلي واللي كان بعقه أم وابوه إن شاء الله هيبوس إيديهم ورجليهم ويرضيهم عشان هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد وأوسط أواب الجنة واللي بيأكل حرام أنا واثق انه هيبطل هيكل حرام واللي إن شاء الله كان متكاسل عن ذكر الله أو عن الكرآن إن شاء الله هيبقى رافع الشعار الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب أكيد الحلقة دي تلازم تغيرنا أنا مش مجرد يا جماعة واحد جاي بحكي حواديد أنا جاي بجهز مادة وبرضو عشان أكرر عشان حضراتكم ما تنسوش المواد المادة بتاعة البرنامج كله كانت من كتابين كتابين بتوعي الحمد لله رب العالمين كتاب رحلة إلى الضار الأخرة والكتاب الثاني اسمه قصة النهاية أحداث نهاية العالم الكتابين طبعا متوسعين أنا بذكر فقط نقاط بسيطة جدا إشارات بسيطة موجز أنباء الآخرة أنا لما أذكر أنباء الآخرة كاملة ولعل العمر يطول بنا ونيجي هنا في قناة اقرأ إن شاء الله وبرنامج على مدى ستين سبعين تمانين مئة حلقة ونذكر لكم رحلة إلى الضار الآخرة بتفاصيل أنتوا ما سمعتوهاش تفاصيل مهمة أو أقول هذكر لكم تفاصيل والله العظيم لو نعلمها يا جماعة أقسم بالله لا نفطر عن ذكر الله ولا عن طاعة الله عشان كده ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء كلما زددت حلما كلما زددت خشة لله سبحانه وتعالى الجنة ظهر الخلط قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز عطاء لا ينتهي ولا ينقطع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يجاء بالموت عشان تطمن انتهت يا بمخلد محدش هيقبض روحك خلاص لإن الموت نفسه مش ملك الموت لا دا الموت نفسه هي الدبح سبحانك يا رب يجاء بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع في مكان بين أهل الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرأ ابونا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون مع انهم او مرة يشوفوا بس ربنا لا يعرف من هو دا الموت يقولون بلى انه الموت ثم ينادي نفس المنادي يا أهل النار فيشرأ ابونا وينظرون يقول هل تعرفون هذا يقولون نعم انه الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم نفس المنادي يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار ربنا يعرف نعم فيكم خلود فلا موت قال صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم في نعيم لا يخطر على قلب بشر الحاجة الوحيدة اللي ألآهم إنهم يخرجوا منها فقال لهم خلاص خالدين مخلدين ونظر إلى أهل النار وقال يا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنين ربنا يجعلنا من أهل الجنة أعياد المؤمنين في الجنة كتير قوي لكن أعظم عيد هو يوم المزيد يوم ما تيجي الملايكة ويستأذن الغلمان اللي قدام كل أصر من أصول المؤمنين يقول له يا غلام استأذن لي على ولي الله فيأذن الولي تأذن أنت وتأذني أنت خلي الملك يخش فيدخل يقول يا ولي الله إن ربك يستزيرك فحي على زيارتي ربنا طالب منك الزيارة تعال عشان تزور ربنا نزور ربنا سبحانه وتعالى أجمل لحظة ربنا اللي أنا معرينا وأكرمنا وأسبغ عليكم نعمه وظاهرة وباطلة إدانا نعم لا تخطر على قلب بشر تخيل حضرتك لو إن واحد كل يوم بيسيب لك تحت مخدتك مئة ألف دولار كل يوم وإنت بقى لك عشر سنين ما تعرفش مين اللي بيسيب لك الفلوس ديات وهم قالوا لك تعالى هنوريك الرجل اللي بيسيب لك كل يوم مئة ألف دولار تحت مخدتك تقول لهم أمنية عمري أشوفه عشان أشكره ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو أروا لك ربنا اللي كل يوم بيجدد لك النعم النعم مش حكر عليك في ناس نامت صبحة لقيت نفسها ما بتشوفش وفي ناس نامت صبحة لقيت نفسها ما بتدرش تحرك ربنا عافونا عافوكم أصيبوا بالشلل فربنا كل يوم بيجدد معاك عقد النعم لإن شكرتم لأزيدا لكم فتخيل حضرتك ربنا اللي أنا عم عليك بالنعم دي كلها وانت بقى رايح تشوف صاحب النعم رايح تشوف المنعم اللي يا ما غرقنا بنعمه سبحانه وتعالى رايح تشوفه في يوم المزيد يوم المزيد ده يوم جمعة على فكرة لأن أعياد الدنيا هي أعياد الآخرة عيدنا في الدنيا إيه؟ العيد الأسبوعي عيد يوم الجمعة كذلك يوم الإيامة هيبقى يوم جمعة طب يوم الإيامة ده عيد في إيه؟ عيد لأنه هو لقائك مع ربنا ويوم المزيد يوم جمعة برضه قلت قولي طب يا شيك عم مش أنت قلت الجنة ما فاشل ولا نهار بيتقيس الإيام إزاي؟ بالتقاس تقديرية كده يتعارف من خلال الملائكة تقولك النهار ده جمعة تعالى زيارتك لربك سبحانه وتعالى إيه ده وانا مش هشوف ربنا غير يوم جمعة وانا سألك لأ الناس بتختلف حسب إيمانها وحسب قربها من ربنا في واحد مش هشوف ربنا إلا يوم الجمعة في الجنة وفي واحد هيشوف ربنا بكرة وعشية يشوفه كل يوم مرتين وفي واحد يشوفه أكتر وأكتر وخب بالك الرؤية مش بالعدد وبس لا بالعمق وباللزة يعني إيه؟ يعني أنا بحب ربنا بنسبة 100% فلما بشوفه بتلزز برؤيته 100% واحد بيحب ربنا بنسبة 70% فلما بيشوف ربنا يوم القيامة بيتلزز برؤيته 70% على قد حب ربنا في قلبك على قد لزة رؤيتك لوجه الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة وخب بالك حبيب قلبي وخب بالك أخت الفاضلة الزيادة في الدنيا أقل من الأصل والزيادة في الجنة أكبر من الأصل الزيادة في الدنيا لو أنت رايح تشتري كيلو جبنة من البقال فبعد أما بيوزن لك الكيلو فبيحب يكرمك عشان تكون زبونه بعد كده فبيقول لك والحتة دي هدية مني ممكن تكون أدي الحتة دي 50 جرام 40 جرام 100 جرام بكتير إنه مش ممكن هيوزن لك كيلو ويحط لك عليك 200 كيلو هدية صح كده فالزيادة في الدنيا أقل من الأصل الجنة لأ الزيادة في الجنة أزيد من الأصل الجنة هي الحسنة للذين أحسنوا الحسنة طب الزيادة هي النظر إلى وجه الله ويقينا أعظم لذة في الكون ده كله وفي الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحان الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا من كمال اللذة ربنا هيكلمنا في الجنة وهيحاضر كل واحد فينا محاضرة لوحدة ويقول له فاكر لما عملت كذا في الدنيا وأنا لحقتك وتبط عليك وفاكر لما أنا منعت عنك متعة من الدنيا كنت بحميك من الدنيا زي ما أهل المريض بيحمل مريض من الأكل والشرب خوفا عليك أن الدنيا تنغمس في قلبك فتبعد عني فتخش النار فربنا بيحميك من الدنيا هيكلمك وهيسلم عليك هيقول سلام عليكم يا أهل الجنة هيسلم علينا وإحنا نرد السلام على الحق سبحانه وتعالى تعالوا نتكمل لزة الخلود في الجنة وآخر اللحظات جميلة هنتكلم فيها عن الجنة ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله بحبك في الله وبتمنى ربنا يجمع لبيكم في الجنة ربنا بيقول وردوان من الله أكبر أكبر من الجنة أكبر من نعيم الجنة مش عايز يكون عنيك بس على الجنة وبس أنا لو سألتيني نفسك فيه أقولك نفسي ربني يرضى عني ولو سألتيني عن الأمنية رقم اثنين وثلاثة واربعة لحد عشرة هقولك برضو أن ربني يرضى عني لأنه لو ردي عني هيسعدني ودنيه أخرى قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن شوف زكر بقى الجنة والمساكن قال لك ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك من خشي ربه وقلنا في الحديث اللي روال بخاري ومسلم إن لما كنوا احنا في الجنة بنتمتع في الجنة ربنا يطلع علينا جميعا في الجنة وينادي النداء الجميل الرائع اللي نفسنا نسمعه يقول يا أهل الجنة هر ديتم فهنقول وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة سبحان الله شوف هم قالوها لإن الآية بتقول كده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هنقول وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقولوا جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أفضل من ذلك أفضل من الحول العين والأنهار والأشجار والبحار والمتع والخضرة والنعيم والخيام واللؤلؤ والغرف والكسور في حاجة أحسن من كده ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولوا وأي شيء أفضل من ذلك يا رب إحنا عقلينا حار مش عارفين فين إيه الأفضل من كده قال أن أحل عليكم ردواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله اللهم أرضى عني وعنكم يا رب العالمين لما ذكرنا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى حبيت أقول لكم حاجة زيادة شوية أن في تدرج لأن قلنا قبل كده في أول حلقات هذه السلسلة المباركة قلنا في تدرج للبصر في الدنيا أنا ما أقدرش أشوف غير الإنس والدواب والطيور لكن ما أقدرش أشوف لا الجن ولا الملائكة فعند الموت الإنسان اللي في السكرات يشوف الملائكة والناس اللي حولي ما يشوفهاش ولما نيجي يوم الإيامة ينقلب البصر أو يتدرج التدرج التاني اللي هو التحويل التاني أقدرشوف الإنس والجن والملائكة وبعدين لما أخش الجنة يتبدل البصر التبديل الكبيرة جدا فأستطيع أن أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لما سيدنا موسى عليه السلام قال ربي قالني أنظر إليك سيدنا موسى من أول العزم الخمسة من الرسل قال لن تراني ولن لما تجي مع الفعل المضارعة تفيد الاستحالة مستحيل تراني ولكن عايز تتأكد ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى لسه ما ظهرش فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعيق فإذا ما نقدرش نشوف ربنا في الدنيا إنما نشوفه في الجنة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه كما عند النساء بسند صحيح شوف الدعاء الجميلة عايزك تكثر من الدعاء ده بيقوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك لذة لذة كبيرة قوي تخيال المام المقايم في حد الأرواح بيقولك إيه بيقولك ما تلذذ أهل الجنة بنعيم بث النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب يا خابة رب ده أهل النار اللي بيعذبه وبيتكيوه وبيشربه وبياكله الزقوم والغصاك وبيشربه من الحميم كل ده وفي عذاب أكثر من كده آه ده أكبر عذاب بيتعذب أهل النار هو حجبهم عن رؤية وجه الكريم التواب القهار سبحانه وتعالى قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالنبي بيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في يوم الأيام النبي قعد مع الصحابة فبيقول لهم الحديث البخاري ومسلم بيقول لهم هل تضرون في هما بيقولوله بيقولوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة شوف شوء المؤمن لربه شوف شوء الإنسان هو ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بيقول له هل نرى ربنا يوم القيامة فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تضرون هل تضرون بيحصل لكم ضرر هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله نشوف واضح جدا وما فيش أي حاجة يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ما فيش سحاب كده حاجة بالشمس حد بما يدرش يشوفها قالوا أبدا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك معناه إيه معناه أن انت هتشوف ربنا بكل وضوح وجلاء في الجنة مش يبقى فيه حجاب وإذارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم عرف ولله المثل الأعلى لما حد بيضيف واحد ولله المثل الأعلى ليس كمثليه شيء هو السمامة بصير فحطط له 15 صنف أكل قل له حبيب قلبي أجيب لك حاجة تاني نقصك حاجة مش ده اللي بيحصل نقصك حاجة طب أزودك طب أجيب لك عصير طب عايز كنز طب عايز مش عفقه ويفضل طول ما هو في عمل يقوله إيه أجيب لك حاجة الله شفت حنيت ربنا شفت رحمة ربنا ولله المثل الأعلى ليس كمثليه شيء والسمامة والبصير فعز النعيم اللي احنا بنا تلعم فيه اللي هو لا يخطر على قلب بشر بيقول لنا تريدون يا شيئا أزيدكم فيقولوا أهل الجنة ألم تبيضوا جوهنا أنا أعزي أكثر من كده ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار قال صلى الله سلم فيكشف الحجاب الحجاب الذي كان يحجبنا عن رأية الله سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلى النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الله آخر حاجة ربنا بيقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الآية بتقول إيه إن الذين آمنوا عمروا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله أن ربنا هدانا حتى ربنا بيقول في صورة العراف أنهم بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الله عايزين نرجع يا جماعة للشعار اللي رفعناه في السلسلة دي وماذا أعدت لها الآن بتجري والعمر بيجري وحياتنا عملة زي ورقة النتيجة كل لما تشد ورقة كل لما بتقطف يوم من عمرك يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك من باب برضو من لم يشكر الناس لم يشكر الله أهدي هذه السلسلة وأهدي كل كلمة قلتها في دعوتي من يوم ما ربنا شرفني بنعمة الدعوة وأهدي كل كتبي أكتر من 220 كتاب وأكتر من 1500 محاضرة واللي ربنا يقدرني أقدمه بعد كده إن شاء الله يكون أضعاف أضعاف مضاعفة أهدي كل ذلك يكون في ميزان حسنات أبي وأمي الله يرحمهم رحمة واسعة اللي أتمنى أن ربنا يجمعني بيهم في الجنة وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني فعلا ولدا كريما بارا بوالديهم عشان ربنا يدخلني من أوسط أبواب الجنة عايزين نتذكر وماذا أعداد تلهم بالله عليكم كلكم عارفين أنه والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب لرب سبحانه وتعالى بحب كل مسلم ومسلم على وجه الأرض وبقول نفسي ربنا ما يحرم ناش من بعض نفسي ما نفترقش أبدا نفسي زي ما ربنا جمعنا في قناة اقرأ على ليلة في بيت النبي نفسي نتجمع بليلة في بيت النبي رغم أننا بقدم الآن موجز أنباء آخرة لكن ما أقدرش أنسى أبدا ليلة في بيت النبي أجمل برنامج في حياتي وأقرب برنامج إلى قلبي وقلوب كتير من المسلمين ولما سفرت أوروبا وأمريكا شفت وقع البرنامج ده على قلوب الناس هناك حاجة تفرح حاجة تفرح وتدخل البهجة على القلب بتمنى أن احنا نتجمع كده صحبة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله احنا الجروب بتاع ليلة في بيت النبي حاولنا نعرف الناس قدر النبي حاولنا نربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم يا شباب وبالله عليكم يا بنات وبالله عليكم يا أباء وأمهاتي وبالله عليكم يا بناتي وأولادي عايزين من دلوقتي نقف وقفة محاسبة اللي ما بيصليش يصلي واللي مش لابسة حجاب تلبس حجاب واللي بيعقوا أم وابوه يراضيهم واللي بيأكل حرام يسيب الحرام واللي بيسب ويشتم يبطل واللي بيغتاب وينم يبطل واللي بيكدب يبطل وكل حاجة أقربنا من الجنة عايزين نعملها وكل حاجة أقربنا من النار عايزين نبيض عنها عشان مش عايزين نتحرم من بعض نفس ربنا يا جماعة كبيرة يجمعني بيكم في الجنة نفس ربنا يجمعني بيكم في الجنة عشان أفكركم أقولكم فاكرين حلقة رقم 29 في هذا في هذه السلسلة مجاز أنباء الأخيرة لما قلت لكم نفسي قابلكم في الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعني بيكم في الفردوس الأعلى ودعولي ودعي لكم وندعي لبعض بظهر الغيب ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعلنها توبة الإلادي ونقول إن شاء الله صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى لعل وعسى السلسلة ديت تغير قلوبنا وتلجعنا ربنا وتحببنا ببعضنا أتمنى ليكم عيد سعيد وأتمنى يكون عيد الدنيا موصول بعيد الآخرة في يوم المزيد ربنا يجمعني بيكم في يوم المزيد حينما ننظر إلى وجه رب المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة